قال تعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولو قال القائد لماذا لم يقل المؤمنين فالإيمان أعلى مرتبة من الإسلام نقول نعم الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام لكن هذا إذا اجتمع أما إذا افترق فإن الإسلام يراد منه الإيمان والإيمان يراد منه الإسلام ولذا وفد عبد القيس كما عند مسلم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان لو قلت لكم ما هو الإيمان أن تؤمن بالله ملائكتي وكتبه ورسلي واليوم الآخر وتؤمن القدر خيره وشره قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان قال شهادة أن لا إلحة إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا المغنما لو نظرت إلى هذه المغفرات لوجدت أنها تتعلق بالإسلام فدل على أن الإسلام إذا أفرد يدخل فيه الإيمان وأن الإيمان إذا أفرد يدخل فيه الإسلام ما أتت كلمة الإيمان هنا أتت كلمة الإسلام من وحدها فيدخل فيها الإيمان فدل على إيمان إذا أفرد 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 يدخل فيه الإيمان